عايز اقول لكم من ضمن التعليم ايضا كلنا طبعا شغالين في السنوية وعالين بقى نفكر في عيالنا وحيمتحنوا ازاي والتعقيمات والخد بالك من كزا وخد معاك الكحول بتاعتك وخد 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 والنهاردة تروح طلع لنا حاجة جديدة بقى صفحة شاومينج فاكرين صفحة شاومينج بتاعت الغش بيقولوا بقى الغش السنة دي هيبقى للركب ده صفحة شاومينج اللي خرجة النهاردة وبتاعت الغش في السنوية العامة يعني احنا نقصين احنا نقصين عيالنا اللي قاعدت تدع تذاكر في كل اجواء دي بعتحت الضغوط دي كلها وتبدأ ايضا يكون فيه تهديد ويكون فيه احنا هنغشش وحنضرب مش عارف السيستم الفلاني وحنخش من السيستم الفلاني طلب الى النواب السادة النواب والمشرعين يا جماعة احنا عايزين قانون عنيف 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 ضد الغش وضد امثال الناس دي ان الناس دي لما تتمسك بقى معدتش المسألة بقى يبقى سنة وستة شهر وشوية تحيات لا طبعا نضرب بقى قانون ان اللي يتاخد في حالة زي دي يقعد شوية في السجن كده لما يبله صحاب يتعاقب قانونا ويستطيع المشرع ان هو يعمل ده ويغلظ هذه العقوبات انتو بتتكلموا على مستقبل اجيال كاملة لما يطلع شخصية نكرة زي ده ويهدد دولة باكملها ويهدد نظام باكمله وانتو شايفين طبعا دكتور طارق وزير التعليم يعمل يقول مش هيحصل الكلام ده اتلاقينا هو بيتحدد دولة في الزل ازمة زي دي ترجمة نانسي قنقر